عزيزي أن عدة العلاقات الأردنية السورية هي تتضمن عدة أهداف فمن هذه الأهداف تنسيق أمني حدودي بجهود مشتركة مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله يعني عندنا الهدف الثاني ثالثا مواجهة وأحباط عمليات التهريب ومن ضمنها المخدرات رابعا والهدف هو الأسمى وجود تعاون سياسي واقتصادي وأمني مشترك بين هذه الدولتين نحن نعلم بأن العلاقات الأردنية السورية لها جذور تاريخية قديمة ولكنها تراوحت بالانتقال من علاقات طبيعية إلى صدام مسلح فيما بعد حارس الأردن منذ اندلاع التوراة السورية عام 2011 على أن يلتزم بالحياد بقدر الإمكان بحكم الترابط الجغرافي والديمغرافي ولكن تلقى النظام الأردني اتهامات له من النظام السوري بشكك فيه بدعم الفصال المسلحة أدى هذا الأمر لإغلاق المحابر بينهما لفترة ومن ثم جاء القرار في تطبيع العلاقات الأردنية السورية في الأردن ورحبوا بفتح المحابر الأردنية السورية وكان ذلك يعني معتمد على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية طيب دكتور بشير تحدث عن العلاقات الأردنية السورية لكن اليوم المقترح الذي قدمته الأردن بعنوان لا ورقة يعني هو تتحدث عن بشكل عام لحل أزمة السورية وتحدثت عن ضرورة مغادرة القوات الأجنبية وضرورة تنسيق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إذن ما مواشرات هذا الحديث اليوم من الأردن؟ عزيزي كانت تتعامل الأردن مع النظام السوري فيما سبق بصفته الفاقب الشرقية ولكن صموده طوال هذه الفترة ورغبة بعض القوى الإقليمية في وجوده جعلت الأردن تعيد حساباتها وتعيد العلاقات مع النظام السوري فهي الآن يعني عندنا محاربة الإرهاب وخوف الأردن من الفصال الإرهابية والميليشيات على الحدود الشمالية الجنوبية للأردن في سوريا فهي خوفا منها الآن مجبرة بأن تتعامل وتتعاون مع النظام السوري من أجل محاربتها ومكافحتها طيب يعني دكتور أشير هل الأردن قادر على قيادة مساعي لحل حل تلازمة السورية بتعقيداتها المتشابكة والمصالح الدولية في هذا البلد من وجهة نظري أن التقارب السوري يصب في صالح الدولتين يعني على المستوى السياسي والاقتصادي وبالتأكيد أن استعادة العلاقات العربية مع سوريا يعني بات ضرورة مولحة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة فهي يعني دعما من الإدارة الأمريكية بكونها التريد المراقبة على العملية الانتخابية والدول الأخضر أيضا من الرئيس الروسي التوقعي أنها لديها القدرة بحل ما خلفات في سوريا وفي داخلها طيب هذا المقترح الذي قدمته عمان خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هل لاقت أي ردود فعل سواء أمريكية أو روسية أو حتى من الاتحال الأوروبي النظام الأردني أو العهل الأردني عفوا لديها القدرة أو الكارثمة بإقناع بأنه قام إقناع الرئيس الأمريكي بأنه أصبع الضرورة ملحة بعودة العلاقات الأردنية السورية وبناء على ذلك تلقى جلالة الملك أول اتصال هاتفي من رئيس بشار الأسد منذ 2011 منذ أحداث الثورة يعني كان أول اتصال هاتفي ورحب بواحثات الأردنية السورية وبناء عليه إن شاء الله يعني أن يتم تنفيذ الأهداف المسعي لها دكتور بشير نجاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة جدارة أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا مباشرة من عمان